اشتركوا في القناة 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 أربعة الأم مش أم الأولاده أم لين وده واحد بتكون شخصيته اعتمادية خاضعة تعلي تعلقية ده بيبين للبنات الأكبر في القيادات نجحين مش عشان يستغل لهم الدين بالعكس ممكن يكون هو ناجح وعنده فلوس كتير قوي هو اللي هيصرف كل حاجة لكن لازم تكون الستة شخصية قوية لأنه هو بيفتقر للشخص المنظم لحياته وذلك هو بيدور على البنت اللي شخصيتها أقوى منه بكتير علشان خاطر تزبط له حياته فتقوم في حياته بدور الأم مش دور الزوجة فتقول له كل يا حبيبي كنت فيني يا بابا ليه يا شاطر بعلي صوتك علي كده هو فيه رجالة بتحب جد وأخيرا العشيقة بيقولك إن ده مهم جدا العشيقة هنا هي بتبقى للمتعة والعشيقة هنا بتنقسم لاتنين واحدة عايزها في الحلال جدا ده مختصر الكلام بيبقى عايزها في الحتة دي طبعا مش عارفة فصلة بس دي أكيد تفهميني بيبقى عايزها في الحتة دي فبالتالي كل المسئوليات التانية بتاوديني الدكتور أنا سخنة أنا تعبانة أنا حامل وعايزة روح أعمل متابعة أنا العيالة عندهم مشكلة في المدارس وإنت محتاج تروح وكل الحاجات دي كلها هو مش في دميه ومش في باله ليه لأنه هو مش شايفك غير في حتة واحدة معينة القسم التاني في قصة العشيقة دي كمان إنه هو كمان بقى مش عايز مسئوليات ومش عايز جواز ومش عايز أي حاجة فعايز العملية دي كلها تتم دون زواج ودون ارتباط ودون أي حاجة وإحنا كده سنفعشون حلوين مع بعض دول الخمس نقاط اللي بنانا عليه الراجل بيختارك انتي بقى عشان تختاري صح لازم تختاري نمرة اتنين تختاري بارتنر البرتنر اللي هو الشريك الحياة تختاري الراجل اللي شايفك ينفع تكوني الشريكة في حياته الشريكة ليه الشريكة في حياته فيتقاسم معاكي أو يتقاسم معاكي نجاحك حزنك فرحك عاية أمك تعب أبوكي مشكلة صحبتك إفلاسك المادي إفلاسك النفسي إفلاسك المعنوي ويا رب يا رب أنا بقول بادعلكو كلكو يا رب ما يحويكو الحد لا نفسيا ولا مديا ويبهو ربي سبحانه وتعالى خلاص لكن ده الطريقة الصحيحة لاختيار شريك الصحيح مش شايفني أمر وعايزني في علاقة حميمية فقط لغير مش عايزني أخلف له عيال على شقاطر صحابه الحلوين كبره وخلفه ولسه مخلفش مش عايز واحدة تنظف البيت وتتنظف الستاير وتكويله وأمصانه مش عايز واحدة تدبأ وتعمل وهو ياخد الفلوس يصرفها زي ما هو عايز فأنا أبقى أمامه ولازم أستحمله مش عايز واحدة تصرف عليه بارتنر اختاري بارتنر اختاري شريكك لكي حياتك عشان ما لا تقتليه ولا تخلعي حشيني قد الدنيا حشيني قد العالم حنبتدي حلقيتنا دواتي بتقرير بسيط قد كده هو مارك عليكم من نهاية وبس